سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية تعديل الاستعلام باستخدام طريقة العرض SQL. والاستعلام عبارة عن مجموعة من الأوامر SQL. وبمجرد إنشاء الاستعلام، فإن البرنامج يقوم بإنشاء الكود SQL الخاص بهذا الاستعلام بصورة تلقائية. والجمل SQL عبارة عن تعبير خاص باللغة Structure Cure Language والذي يستخدم بعض الأوامر مثل Select وأبديت والعديد من الأوامر الأخرى. ويمكننا رؤية وتعديل الجمل SQL الخاصة بالاستعلام باستخدام طريقة العرض SQL View. ولتعديل الجمل SQL الخاصة بالاستعلام، فيجب أن نكون على دراية كاملة بأوامر هذه اللغة. والاستعراض الكود SQL الخاص بالاستعلام، نقوم بفتح الاستعلام Product Order Details على سبيل المثال داخل طريقة العرض Design View. ثم نضغط على هذا السهم على يمين المفتاح View، ونختار SQL View من هذه القائمة. فيتم فتح الاستعلام داخل طريقة العرض SQL. وتظهر الجمل SQL الخاصة بهذا الاستعلام. ويجب ملاحظة أن أي تعديل نقوم بإجراءه على هذه الجمل، سوف يظهر تأثيره مباشرة داخل طريقة العرض Data Sheet View و Design View. فعلى سبيل المثال، عند حذف جميع الجمل الموجودة بهذا الكود، فسوف يتم حذف جميع الحقول والبيانات الخاصة بهذا الاستعلام. فإذا أردنا على سبيل المثال حذف أحد حقول هذا الاستعلام، وليكن Order Date، نقوم باختيار الكود الخاص بهذا الحقل من الجملة Select. ثم نضغط على المفتاح Delete من لوحة المفاتيح. وبالانتقال إلى طريقة العرض Design View، نلاحظ أنه تم حذف الحقل Order Date من الجدول الخاص بتصميم الاستعلام كما نرى.